الشيخ بشير يقول أعيش في هموم كثيرة فبما تنصحني سأل الله عز وجل أن يفرج هم المهمومين وأن ينفس كرب المكروبين وأن يقضي يدين عن المدينين ومن كان يعاني همما أنصحه أولا بكثرة الاستغفار فمن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب ثانيا أنصحه بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تكفى همك ويقضى دينك ثم ثالثا أنصحه بالإكثار من الصلاة الصلاة النوافل هذه فإن فيها تفريج الهم النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وقال أرحنا بها يا بلال ثم رابعا أنصحه بقراءة القرآن ثم الدعاء بعدها بالدعاء المأثور اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وجلاء حزني فالله جل جلاله سيبدلك بعد الحزن فرحا وبعد الهم فرجاء إنه على ما يشاء قدير ثم أنصحك أيضا بأن تسعى في الإحسان أو التنفيس عن مكروب أو التفريج عن مهموم فإن الجزاء من جنس العمل من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة فالله جل جلاله يفعل بك مثل ما تفعل بخلقه حساب فيسبوك هل يجوز بيع السكر والخميرة لمن سيصنع منهما خمرا لا ولا تبيع له لا سكر ولا خميرة ولا دقيق ولا حتى تعطيه ماء لو طلب منك ماء وأنت تعلم أنه سيصنع به خمرا فلا تعطيه لأن الله قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والنبي عليه الصلاة والسلام لعن الخمرا وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وبائعها وآكل ثمنها فلذلك ما نعين عليها بشيء قط اشتركوا في القناة